اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع الدكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم وجميع المحافظين لتنفيذ مشروع قومي لصيانة جميع المدارس في المحافظات قال الوزير خلال بيان له اليوم أن عمليات التطوير ستبدأ فور انتهاء الدراسة وامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي وذلك وفقا للخطة المعتمدة في هذا الشأن يعني اشتراك التنمية المحلية والتنسيق مع الدكتور محب الرفعي طبعا وزير التربية والتعليم وجميع المحافظين لتنفيذ مشروع قومي لصيانة جميع المدارس في المحافظات أمر طال انتظاره وخصوصا أن الكثير من المدارس تعاني من مشكلات متعلقة بضعف الإمكانيات نقص أصوار نقص ترابيزات للتلاميذ وأدوات مدرسية إلى آخره